اشتركوا في القناة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثورة حسن ما في المراد ما يأتيكم من زينة الدنيا ما تخرج الأرض والأرض فيها معادن فيها نبات فيها أشياء مدهونة أو فيها أشياء عظيمة وثمرات نعم فقال له رجل هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ثم جعل يمسع عن جبينه فقال أين السائل قال أنا قال أبو سعيد رضي الله عنه لقد حمدناه حين طلع ذلك قال لا يأتي الخير إلا بالخير يعني إن الخير مراد به المال والمال هو عصب الدنيا والمال هو عصب الدنيا والله تعالى جعله من أجل أن يستعاد به على طاعة الله وتكرم به إليه والمال الذي يأتيه إما نقد نقد مضروب من الذهب والفضة وكلا هما يخرج من الأرض كلا هما يخرج من الأرض وإما أعيان السلع التي تشترى بالمال التي تشترى بالمال فكل هذا من متاع الدنيا كل هذا من متاع الدنيا كل مما يستخرج من الأرض فلذلك خشي النبي السلام على الصحابة اتساع الدنيا وانبساط الدنيا ولذلك بعض الصحابة ذو عنهم قلقوا لما وسع الله عليهم في الدنيا وخافوا أن يكون ذلك على حساب الأجور على حساب الأجور فقالوا أن منا أناسا يعني ماتوا قبل أن تمسطوا الدنيا الذي المصعب من عمير وغير من الصحابة الذين لم يوجد لهم كفني فيه ومن من مدى الله في حياته حتى أينعت له شجرته يعني عمله وعبادته فصار يهديوها يخرفها ويجنيها نخصها يخصون أن يكون هذا على حساب الأجور التي لهم عند الله عز وجل فخافوا وأنت إذا قارنت بين حالين من أحوال الصحابة لي الله عنهم عرفت ترجمة نانسي قنقر